فلا تذهب نفسك عليهم حسارات راح تؤتل حالك فلعلك ضاخع نفسك على آثار براكد وراه راح توليك حالك إن لم يؤمنوا بهذا العديد أسفا مهلك نفسك أسفا طويل بالك شوية شوية فهذا تعليم للداعي إلكن هذا هاي الآيات الآن لن نبي لما قلنا يا شيخي والله ريط على الجامعة إيه ما هذا عميه على الدرس لك يا ابني الناس غرقان في الجاهل في الجاهلية في العادات في التعصبات النبي عليه الصلاة والسلام تم عشرين سنة يجيو أنت بيوم واحد بدك تعمل أمة محمد هاي الطولة اللي أنا قاعد عليها بساعة واحد يعمل النجار أنت مليت عظمت لك جيب لك ولد إذا تاني ما جبت ولد قالوا والله مرت أنا عاد إسكبريس جبت الولد هاي بيقولوا له لحمس على راسك شو طالع لك إرن لما إرنين لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه قل فلا ينازعنك في الأمر لن يصارعوك ويحاربوك فإذا صارعوك وحاربوك لا تتخذ من مصارعتهم معركة جانبية تأخذ تعطي معهم حتى يعوقوك عن عملك الإيجابي البنائي فاعفوا عنهم واصفه عنهم بسورة الأعزاب ودع أذاهم وتوكل شو مع دع أذاهم يعني لا تقابلهم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل إذا أنا مجرم أنتم مالكم مسؤولين عن إجرامي وأنا بريئ مما تعملون فآية أخرى هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم فهذا كل طالب العلم ما عم يتعلمه لو قرى القرآن وحفظه عم يحفظ أحرف وأحكام المدود أما ما عم يحفظ المعاني ولا عم يحفظ كيف يطبق المعاني ولا عم يحفظ كيف يمتثل الأوامر هذا حمث القرآن هذا الحقيقي حفظنا الأحرف الشريط يحفظ أحسن من حفظك وما بينشها أبدا بعد 20 سنة من غير تكرار أنت بلك تحفظ القرآن تحفظ العلم به ثم العمل به ثم الدعوة إليه ليكون منه بناء المجتمع الفاضل الموحد المتحابد المتآقي الذي هو كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمر